بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم دكتور محمود حسين باستكمال قرص Soil Stabilization أو تثبيت التربة وإحنا هنبتدي النهاردة في شابتر 4 اللي هو Mechanical Properties of Soil أو الخواص الميكانيكية للتربة الجزء الأول الخاص بهذا الشابتر عبارة عن هنفهم يعني concept of effective stresses وهنعرف إزاي نحسب effective stresses للsoil أول حاجة هنتكلم عليها اللي هي concept of effective stresses بنقول When any load acts on the surface of soil, part of this load transfer to the soil skeleton which is called effective stresses and the rest of the load transmit through the water in the soil which is called the poor water pressure يعني الكلام دوت يعني أنا لو أنا عندي سطح الأرض ده هوت وفي هنا حبيبات صلبة بالشكل ده وجاء لي load من فوق فالload ده هيتنقل لحاجتين أول حاجة للسكيلتون بتاعة الصولدز نفسها ده هيرض هنا والجزء التاني هيروح لي لو فيه مية هنا water بيروح للمية اللي بيروح للسكيلتون ده ده اللي بيسموه effective stresses أما اللي بيروح للمية فده اللي بيسموه poor water pressure يبقى لو أنا عندي سيجما هنا total نزلة من فوق لتحت بالشكل ده فبيردلها هنا حاجة اسمها سيجما داش وحاجة اسمها U طب لو أنا عايز أجيب بقى السيجما داش أو effective stresses بتاعي كلمة effective stresses اللي هي sigma داش دي بتسوي sigma اللي هي sigma total minus U ولازم تخلي بالك ان السيجما طبعا ده اللي هي total normal stresses ودي بتبقى down words يعني نزلة من فوق لتحت أما السيجما داش اللي هي effective stresses دي اللي راحها للسايل سكيلتون ودي بتبقى upward وال poor water pressure transmits raw water in the soil voids ودي بتبقى بردك للمين لل upward طيب السؤال بقى how do you calculate the effective stresses هناخد النهاردة أول كيس اللي هي without sewage ما فيش تصرب للمين للمية طيب أول حالة عندي لو نفترض ان أنا عندي ده سطح الأرض وبعدين في هنا ground water table موجود تحت سطح الأرض بالشكل ده في هنا تربة الكسافة بتاعتها gama واحد ممكن gama واحد دي تكون saturated تكون dry وفي التربة اللي تحت منسوب المياه الأرضية soil 2 والgama بتاعتها gama saturated والارتفاع ده اسمه H1 والارتفاع ده اسمه H2 وأنا عايز أعرف النقطة دي اللي هنا قلنا في عندنا ثلاث أنواع من النقطة في total stresses وفي المياه وفي effective stresses يبقى total stresses عبارة عن إيه أنت عايز تجيب المياه عند النقطة دي خلاص وزن الحاجة اللي فوقيها كلها اللي عبارة عن H1 في الجاما 1 أي أن كانت بقى gama 1 saturated أو إن كانت bulk أو إن كانت width أو إن كانت dry أي أن كانت لكن gama 2 عشان تحت المياه خطتها gama mean saturated poor water pressure ده اللي هو رايح للمياه طب الرفتفاع المياه هنا قدي H2 فعشان كده H2 في gama mean water effective ده عبارة عن sigma ناقص U فإقدر أطلح لو عوق هلاقي إن sigma effective عبارة عن H1 في gama 1 plus H2 times gama submerged ليه submerged عشان هي هتجيلك من هنا gama saturated two minus gama water gama saturated ناقص gama water اللي هي gama submerged بتاعة التربة التانية طيب لو أنا عندي بقى المياه موجودة فوق سطح الأرض زي لو كانت مصرف أو خلاف وارتفاح دي H1 والتربة عبارة عن ارتفاح H2 وانا عايز أعرف الستريس عند النقطة دي فنفس الكلام انا عايز total stresses ترضى الستريس عبارة عن شوية مياه فوق لو H1 في gama water والتربة بتاعت اللي هي H2 gama saturated two أما poor water pressure ده عبارة عن H1 ارتفع المياه كله H1 plus H2 في gama water لما احوز اجيب يبقى عبارة عن sigma ناقص اليو فاطلع لي في الاخر ان sigma داش بساو H2 في gama submerged two ونفس الكلام جات منين gama submerged خلي بالك ان انت عندك هنا gama saturated وعندك ناقص من gama water دي هتلاقي هاللي هي مين في الاخر الحالة الثالثة لو انا عندي منطقة هنا بيسموها capellorizone يعني capellorizone يعني هنا المية بتطلع بالخاصية الشعرية المية بتطلع بالخاصية الشعرية كل دي المية طلع علي بالخاصية الشعرية السؤال بقى عايز احسب عند نقطة d هنا عشان احسب هي طبعا لو نقطة d موجودة هنا مش هبقى فيه مشكلة خالص ان انا هقول ايه في الH1 كلها مضروبة في مين في عشان دي تعتبر في لكن مشكلة انا عايز احسب عند النقطة دي احسب ها ازاي اول حاجة هنحسب عبارة عن اللي هو ده في مين اللي موجودة فوق دي زائد مين اللي هي الارتفاع ده بس في مين بتاعت او حسب الحالة اللي هو مدهالك في المسألة خلي بالك مفيش اختلاف خالص في الايه في دايما الشغل كله هيبقى في ال تقول ده هنا مفيش مية هقولك لا في مية بس المية دي طلع نتيجة مين الخاصية الشعرية بتاعتي طب الخاصية الشعرية طلعتها مسافة اد ايه طلعتها مسافة اتش ووتر عشان تحسب تأثير المية عند النقطة ديت عبارة عن ناقص المية اللي طلعتها في مين او ارتفاع النقطة عن المية في الجاما ووتر في الاس الاس دي اللي هي درجة التشبه طب ليه نيجاتيف ليه نيجاتيف ديت نيجاتيف يعني المقصود بيها ان حصل هنا ساكشن فتخلي بالك ساكشن انحنا بول ووتر ساعتك او السجما داش اللي هي سجما ناقص يو هتقول ماشي اتش واحد في جاما دراي ماشي هي دي حلو اتش اتنين في جاما ساتيوريتد حلو بس هنا مش هنقول مين ازبقى هتبقى زائد زائد مين اتش ووتر في جاما ووتر في الاس وهو ده قيمة مين اليو لكن ده قيمة مين السجما فقدر اجيب لو عندي زون زي ما انت شايف شكرا